اهلا بحضراتكم مرة تانية كلنا فاكرين وهنفتكر مع حضراتكم دلوقتي طفل الصغير الفصيح اللي ظهر في الحلقات الاولى لمسلسل الوسية كمان فاكرينه لما ظهر في ليلة الافضع لفطمة وليالي الحلمية غاب عن التمثيل سنوات بعد ممثل وقت الطفولة والنهاردة رجع مرة تانية الفنان احمد عزة رجع بأدوار الحقيقة مهمة في مسلسلات هي علامة في تاريخ الدراما حاليا مسلسل اختيار مسلسل ابو العروسة وهو مشرفنا النهاردة في صباح الخير يا مصر هنكلم معاه عن سنوات التمثيل وقت الطفولة وعودته من جديد خاصة ان بينهم سنوات فنان احمد عزة اهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر اهلا بك وصباح الخير هنفتكر مع مشاهدي صباح الخير يا مصر اهم ادوارك اللي قمت بيها وانت صغير لكن ليه سنوات الاختفاء دي كلها وبعد كده قررت ترجع التمثيل تاني والله موضوع سنوات الاختفاء ده يعني انا كنت من الاطفال في الدراما المضغوطين جدا يعني انا اول حاجة عملتها كانت ليلة الابض على فاطمة كانت سنة 82 مرورا ب بوجي بطمطم بقى اجمل الظهور ظهور من نور البرلمانية الترقة بتاعت السوديو عشرة دي اللي قدامك ودي دي خدت مني رقات انا كنت يعني بقى لعبينة استغمية بره في الحيطة دي احنا عيشنا هنا المسلسلاتي كنت بتتصور في التلفزيون كلها كنت بتتصور هنا في السوديوهات التلفزيون طبعا 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 يعني يعني البرلمان الصغير كان هنا كان في حاجة اسمها كانوا في طفولاتهم وحياتي كانت في السوديو اللي قدامك على طول اه كان في فقرات واحد واثنينكم نعم فيم لا اله لالله مسلسل لا اله لالله فيعني الواحد عاش حياته كلها في طرقات المبنى يعني بس ف كنت بقى بأشتغل مسرح كنت بأشتغل دراما وليل الحلمية بوجي وطمطم الوسية جيت عند مرحلة الوسية دي فلاقيت نفسي كطفل مضغوط جدا يعني يعني مش عارف عيشته فلتي يعني بس فقلت لا انا مش عايزة اكمل تاني يا عم يهديك يرديك طب بلاش طب استنى طب عام اسماعيل عبد الحافظ وستنى اسماعيل عبد الحافظ يعني ده اللي هو الاب الروح ليه يعني فنيا يعني اشتغلت معه سنة 87 في الوجه الاخر مع استاذ عبدالله غيس وبعدين طبعا استاذ اناول ابو الفتوح وبعدين اشتغلت معه في العليل الحلمية الجزء الاولاني واشتغلت معه في الحلمية الجزء التاني واشتغلت معه في الوسيقى فهو استاذ اسماعيل يعني بالنسبة لي هو اللي عمل النقلة في حياة احمد عزت كطفل يعني بس فجيت في الفترة دي قلت لا انا مش عايز اكمل الواء كان عندك كم سنة؟ 13 سنة 13 سنة ومن 13 سنة الحين عودتك طول الفترة دي كنت فين؟ عارف يموت الزمارو كده يعني يده بتلعب اه بالزبط كده انا معرفتش عباعد يعني انا انا بعدت يعني انا خلصت دراستي وبعدين لقيت كنت بقى يعني انا خارج تجارة اصلا محاسب اصلا اكي وبعدين لقيت نفسي مش في الحتة اللي انا عايزها مش بتاعتي في الاخر يعني فهنا عملت محاولة للرجوع ده كان يمكن سنة 2002 عملت رجل الاخضار عمرو بن العاص مع او سيد ميور الشريف واشتغلت في الاصدقاء في فترة دي وبعدين لظروف برضو مش بايدي اضطريت اللي انا ابعدتين بس بوعادي ده بقى دخلت في المونتاج فانا يعني دخلت في المجال لمست شوية في المجال يعني اه بالزبط ما باعدتش فكملت بقى في المونتاج انا مسكت دلوقتي المونتاج في قناة فضائية وحاليا الحمد لله رجعنا طبعا احنا عارفين زميل مهنة كمان احنا عارفين ده بس اصد ان الفترة فاتت دي هل كنت مهتم اكتر بشغلك ولا كنت برضو بتفكر فانت وضحت ان انت برضو كان في دماغك الموضوع يعني جدا انا في دماغي الموضوع انا كنت كل على فترات متبعدة بحاول لانا اكون متواجد بس الظروف ما كانش سامحة يعني لغاية ما جيت في 2019 انا ابن صغير شكلي يعني قريب مني في الشبه قوي فكانوا بيقولوا له دايما في المدرسة كان فيه واحد زمان بيصغير بيمثل شكلك هو انا اه سامر ابني فلو انا احسس ان يعني بابا كان يعني حد يعني انا كنت من اشهر الاطفال في التلفزيوني في الفترة دي لا دايما كمان الفنانين لما بيطلعوا في وقت الطفولة ما بيتمحوش من ذاكرتنا بالزبط بالزبط لان هو الطفل بيكون تأثيره كبير قوي على المشاهد يعني واحنا بندور عليه لما كبري بقامل ازاي ايه يعني هدلوقتي بنشوف مثلا لما لقي صور على الفيسبوك انتشرت يقولوا ده الفنان مش عارف اللي قدم دور ايه طفل في مسلسل كذا شوفوا شكله بقامل ازاي دلوقتي فبنعد نشوف عشان نقارب احنا بندور على ده بالزبط لاز كمان ان احنا زمان كان انتاجنا للطفل كتير قوي فماكنش مجرد انك هتشوفي الولد الصغير في مسلسل درامي لا احنا الصغيرين كانوا بيشوفونا في برامج الاطفال والكبار كانوا بيشوفونا في الدراما بس فكنا احنا متواجدين بكسافة كنا انا وجيلي يعني انا واسام حمدي واحمد عقل ومؤمن حسن كان قبلية مؤمن بشوية ونادر حسن وهند حسني يعني كنا مجموعة كبيرة جدا من الاطفال بصراحة كنا منتشرين وكان كل واحد فينا معلم في حتة كده فكان الحمد لله كان دولنا طيب الفنان احمد عزة انت كان يعني ليك حظ كبير انك تشتغل حتى وانت طفل صغير مع عمالقة في التمثيل الاعمال اللي شاركت فيها اعمال كبيرة والحقيقة بعد ما رجعت كمان شاركت في اعمال كبيرة لو بنكلم عن مسلسل داي الاختيار الاختيار واحد انت كمان موجود في الاختيار ثلاثة قلتلنا كده قبل الهوى ومسلسل ابو العروسة اللي فرق بعد سنين الاختفاء والبعد عن الوسط الفني سواء في شكل التمثيل شكل تنفيذ الاعمال الدرامية اكيد الدنيا تغيرت كتير اوي ده الدنيا الراحت في حيطة تانية خالص اكيد بصي احنا كنا زمان دايما كل شغلنا كان في بلاتو زي ده وبنصور بتلت كاميرات وبنشوط المشهد مرة واحدة ولو ولدنا في حاجة بنسمع في التوكباك الكيوب بتاعنا فبنكمل وبنخلص مشهدنا على كده انما دلوقتي عدسات عدسة واخدها الواسعة وبعد كده غير عدسات عشان ياخد الدايق والتالي انت مضطرة انك تعمل المشهد مرة واثنين وثلاثة بنفس الاداء عشان راكور تصويرك وراكور حركتك وراكور مش عارفة فييجي حد يقولك لا اصلا انت في اللونج كنت رفع ايدك كده وانت بتتكلم فبالتالي انت مركزة قوي ان انت في تيك التاني وانت بيشتغل الدايق بتاعك ان انت رفع ايدك كده وانت بتتكلم فهو الموضوع فعلا بقى مرهق محتاج تركيز دي اكتر ومحتاج تفاصيل كتير وانا يمكن يعني اللي ساعدني يعني انا لما رجعت من خلال في 2019 كان عملت قيد عائلي استاذ تامر حمزة وهنا كنت راسب اكمل بقول ابني الصغير قال لي بابا ما ترجع بقى وانت ليه يعني الناس كلها عارفاك وفيه الناس عارفاك فكلمت استاذ تامر حمزة لانه صديقي من ايام عمرون دلعاص يعني المسلسل رجل الاخدار فقلت له ايه بقى فيه امل ولا امل ماتت ولا ايه ولا انام ايه طبعا اشيتنا دي بس فقال لي والله تعالى ده انا عندي لك مشهد كويس جد عزيم فلما عملت المشهد ما افقد عائلي وكان مشهد محوري قوي ربنا يبارك له يعني كتر خيره فطبعا لقيته بيقول لي ده انت اكنك وانت بتمثل امبارح يعني ما فرقتش معاك السنوات ايه قدرت توقف قدام الكاميرا وتقدي طبعا جوايا يعني يا رعب طبعا يعني في اللحظة دي جواتي شو تخيلها قدل لان انت قدلت زمان وانت صغير ما كنتش مدرك لحقيقة الامور بص انا في الوسية كنت خلاص دخلت في قصة الادراك دي كويس قوي بص مش اكدب عليك انما انما قبلي كده طبعا لا وفي نفس الوقت السنوات البعد دي كلها بتخليك اللي هو انت خايف انت لسه بتعرف اصلا انا بتعرفش عشان كده انا دخلت ورش يعني انا يعني انا في 2002 لما رجيت ارجع دخلت ورشة مع استاذ خالد جلال انا دفعت بيومي فؤاد وانضال الشفعي وساميح حسين ويمان السيد دول كنا دفعتنا دفعتنا في مركز الابداع تمام وبعد كده انا اضطرت ان انا ابقت وبعد كده لما رجعت تاني دخلت ورش تاني لان الواحد بيدور دايما انه يتعلم يعني الواحد احنا كل مهنا بتعلم في الاخر اكيد الاداء التمثيلي يعني دلوقتي يبقى رايح لنحية الطبيعية اكتر مش التمثيل التمثيل بص هي بقى الحرفانة انك تعرف تلعبيها ما بين انه يبقى طبيعي والناس تحسوا طبيعي بس يكون بسيط بتاع الشخصية بالزبط كده مش اهمية الاهتمام بدراما الطفلي احنا كنا بنتكلم زمان كان في اعمال كتيرة زي ما انت ذكرت ليه الاطفال والاعمال دي بكل تأكيد بتنمي عند الطفل ادراك طبعا بتتقف الاطفال فاهمية الاهتمام بدراما الطفل بص احنا كنا كجيل مؤثرين جدا في الاطفال اللي حوالينا واحنا يعني جيل اللي هو التمانينات والتسعينات احنا كنا كده تقدر تقول ايه كالنا مع بعض من طبلية واحد تمام لان كلنا كنا بنتلقى او بنلتقي المعلومة من مكان واحد وكلنا كنا بنتربى زي بعض كلنا تطلعين تقريبا شكل بعض طبعا اللي هو تختلف خلص انما لا فعلا زمان كان فيه يعني مثلا فكرة البرلمان الصغير دي لما اتعمل كانت فكرة عبقرية عظيمة جدا عظيمة جدا ولمت حواليها الاطفال وتعلموا منها ان هما ازاي يعرفوا ويعباروا عن رأيهم ويتكلموا يقولوا يتكلموا بحرية ويقولوا جيت نظرهم والكبير يتعلم انه يسمعهم فاحنا كنا مؤثرين في اللي حوالينا الحقيقة فطبعا نقدر نقول ان عشان يعني عصر السوشيال ميديا والانفتاح والقنوات الكتيرة جدا بقى صعب جدا انك تحكم الموضوع من خلال قنوة واحدة تعرف توجه ولكن طبعا لازم يكون فيه فكرة بحيث ان احنا نعرف نجمع اطفالنا حوالينا تاني علشان خاطرنا مشامرهوش بس طيب ده عظيم احنا انترجات وبتشارك فيه سوب اوبرا عايز نعرف ناس برضو يعني ايه سوب اوبرا وطبيعة مشاركتك فيه سوب اوبرا انا بشتغل حاليا في مسلسل سوب اوبرا اللي هو مسلسل وسط البلد مسلسل وسط البلد وهو مكمل معنا في رمضان ان شاء الله ومكمل لاخر السنة هاي دي فكرة السوب اوبرا كم حلقة مبدئا 192 حلقة تقريبا ده لغاية اخر السنة طبعا معنا أستاذ جمال عبدالناصر وأستاذ سامح السعيد وأستاذ سامير عبدالعزيز وبقرة جميلة بصراحة من الفنانين الجمال يعني ده أنا مع أستاذنا الكبير أستاذ أحمد شفيق المخرج والحقيقة هي تجربة جديدة يعني ما تعملتش قبل كده بتخلق غير في الرجل وتعملت عائلة مرزوق زينا انما على مستوى التلفزيون ما تعملتش قبل كده على مستوى الدراما يعني وفكرتها انها بتقدم الحياة اليومية يعني هو فيه خط درامي واضح للشخصيات في المسلسل طبعا وفيه حدوتة في وسط البلد بتحصل بلس انها بيجيب لك الأحداث بيعيش لك الأحداث يعني مثلا في عيد الأم هتلاقي عيد الأم وبيقدموا الهدايا لممتهم وبتالي الحاجات اللي احنا مفتقدينها بتاعت زمان دي في رمضان هتلاقي مئدة الإفطار والناس قاعدة معك 35 يوم بقى بعد بقى جمهور المصري تفتكر حيتأقلم أو يتفاعل مع المسلسلات الطويلة دي احنا متعودين على ده في المسلسلات الأجنبي والناس الحقيقة كانوا يتبعها شايف التجربة دي الجمهور المصري هيتفاعل معها زي والله هو الزمن اللي هيحكم إنما اللي نقدر نقوله دلوقتي إن المسلسل سايب علامة كويسة وإن هو اللي بيشوفه مبسوط به ومكمل ومحاسش بزهق وده مهمة أولا لأن الأحداث حلوة والأحداث تشد وهو الفكرة إن هو مش أم الأبطال كتير والممسلين كتير ففي أحداث كتير فممكن تلاقي مثلا أنا بعمل شخصية اسمها فوزي بني قدم مستفزي جدا فوزي ده عكس شخصيتي تماما يعني هو فوزي ده لما جيت أخد الورق بتاعه طبعا أنا كنت مرعوب وتقريبا هم كمان كنوا مرعوبين في اللي خاشر منه اللي هو هيطلع إزاي بس الحمد لله طلع يعني أحسن مما كنا نتخيل الحمد لله رب العالمين وكان في تحدي بقى ما بين الناس وبعض وبتاع الأحمد عزة شكله طيب أو ما عرفش أعمل الكلام ده جماعة لأ أنا ريخم بقى يا لأ يعني رخامة بقى خدوا رخامة بس عد للصبح بس فيعني الحمد لله فهتلاقي بقى شوية في تركيز على حدوتها وبعد كده شوية كمان في تركيز على حدوتها تانية وبعد كده رتم الحدوطة نفسه لو سريع المشاهد هيتشد ده حاصل بقى ده حاصل ده حاصل بس أنا لفت نظري في كلام حضرتك يا أستاذ أحمد إنك كنت بتتكلم لما حبيت ترجع التمثيل كلمت حد تعرفه لو فيه فرصة إحنا عارفين إن موسم الدراما بقى منصاب بس على رمضان ودي عاملة مشكلة للفنانين كتير إن هم يلاقوا فرص المنصات دلوقتي الإلكترونية قد إيه ساهمت في إن هي توجد أفكار أكتر توجد فرص أكتر لفنانين إن هم يلاقوا فرص عمل حقيقية ويشتغلوا أو بصراحة بيني وبينيك هو الوقت الوضع يختلف عن زمن كتير لأ أنا لما جيت كنت بتمنى أن أحاول أرجع ده نتاج محاولات عشر سنين خمسرش السنة يعني هون مش قلت أنا عايز أرجع فيالله تعالى أرجع لأ ما حصلش كده طبعا الواحد يعني طلع عينه علشان الخطر يعرف فيه أخد فرصة يعني مش نضبش بالسهولة لغاية دلوقتي الواحد كان طلع عينه برضه عشان يأخد فرصة يعني أنا يعني أنا بأشتغل عادت فترة طويلة بأشتغل مشهدين ومشهدين لغاية ما الواحد يعرف يحط رجله في المجال ومستعرفه من الأول وجديد ومعنديش مشكلة في ده خالص على فكرة إنما تعدد المنصات أكيد في صلح السوق كله أكيد في صلح السوق كله وفي صلح المشاهد كمان لأن لأن وبعدين دلوقتي تنوى تنوى مهمة صح تنوى مهمة قوي وبعدين الفترة اللي فات كمان بقى فيه فكر جديد وفيه فكرة جديدة بتاعت اللي هو حلقات السبع حلقات والخمصة شرحة إحنا كان زمان عندنا السبعيات يا دي لأجدتها المنصات الإلكترونية بالزبط إحنا كان زمان عندنا السبعيات عندنا الصهرات التلفزيونية وعندنا حاجات كده يعني قعد فترة طويلة جداً الكلام ده مش موجود وبعدين أخيراً رجعوا تاني قالك نعمل حاجات الصغيرة الحاجات الصغيرة دي فيها ميزة إن طبعاً الأبطال اللي هتجي بيهم في ده مش هتجي بيهم في ده مش هتجي بيهم في وهكذا فأنت بالتالي بتغيري ففعلاً الفطر اللي فاتت حصل روج وناس كتير قوي اشتغلت وخدت فرص وفي الآخر على فكرة عشان نكون صرحة مع بعض يعني أكيد السوق برضو بيحكم يعني أكيد الوضع بيحكم من ناحية من ناحية إن أنت ممكن تشتغله ما يكونش في قبول في الآخر فتلاقي نفسك عملت عمل وعملين وماشتغلتش تاني يعني دي شغلنا زي أي شغلنا في الدنيا يعني مزبوط كلام بس يعني طيب أحمد طيب لكنه عمل دور العنيد ببراعة طب هل أحمد بخيل؟ لا خالص خالص والله خبول عروسة؟ لا مش بخيل والله خالص يعني بس هو كان بيقوله على نفسه حريص أما هو كل واحد بخيل مدام ياله تقول لنا بعض زي كان بخيل يومش خيلة أكيد بتشوفنا دلوقتي لا بص هو بص أقول لك حاجة هو هو خبول عروسة أنا كنت عامل سيكونس كده مع أستاذ أرانيا فريد شوئي طبعا بأشكر أستاذ هاني كمال وأستاذ يوسف كابريز وأستاذ إبرايم حمود يعني أن أنا كنت معاهم في المسلسل وكنت طالع أسامة اللي هو بيحاول يعني يتقرب من رانيا ويحاول يقول لها يلا بقى وبتاعه أنا عندي عيل وإنتي عندك عيل رانيا دي لأما بتزولها نيرها رانيا فريد شوئي أستاذ رانيا فريد شوئي ليه نيرها في المسلس يلا نيرها بقى وبتاعه حكذا كده فبيعادي عزيمها في مرة ده أنا الناس المحفظة عارفين نحن الحركات دي بقى بس فأنا كنت بصراحة يعني هو أسامة دفاك شايف نفسه حريص هو مش شايف نفسه لأنه هو بخيل يعني زي أي بخيل في الدنيا على فكرة يعني أي حد هتقوله بخيل تحرق لنا دورك في الاختيار ثلاثة لا بس هو الاختيار ثلاثة مبدئيا هو احنا كلنا متوقعين مفاجأة كبيرة لحياة في العمل دا متوقع علينا جهك دي أنا لما بعطولي في الاختيار واحد كنت بعمل دور شيخ أزهري وكان بيتكلم عن كلمة التوغيط فكان بفهم بيقوله التوغيط ده ايه هو التوغيط وتخيالي لما تعملي مشهد صغير ويجي أستاذ محمد فاضل يكتب لك بوست على الفيسبوك أستاذ محمد فاضل شهادة يعني مش متخيل ساعتي لما لقيت أستاذ محمد فاضل كنت بوست على الفيسبوك يقول اللي عمل فلاني أحمد أزت عمل كذا وكذا وكذا وأبدع كذا وحاجرينك اشتغلت معاه وانت صغير وأنا ده أول حاجة عمتها في حياتي دلت لأبدع الفاضل عظيم طب حنا عايزين بقى كواليس يعني أنت اشتغلت مع الدكتور يحرف خراني اشتغلت مع أستاذ محسن التوفيق عايزين نرجع وارا شوية ونتكلم في الكواليس حكي لنا مواقف مواقف كتير يعني هقول لك ليلة الأبدع على فاطمة بلاش لا يلا يلا بلاش انا تحمست في صراحة احنا كنا في ليلة الأبدع على فاطمة كنا بنصار في اليونان تمام وكانت طبعا أنا كان معي عمر خليل اللي هو كان عامل تختخ في أجمل الزهور صديقي كان بيعامي عامل أخوي في ليلة الأبدع على فاطمة وكانت أمي الله يرحمها يا رب بص احنا مرة واحدة احنا في الستوديو لقينا الجرس بيدرب والإنذار بيدرب واجري اجري اجري وقف تصوير ده في حريق فأنا بقى طبعا فضلت أجري عائل صغير كده عمال أجري غراهم في اليونان بقى وكلهم بتكلموا جريجي ومحلش فاهم حاجة تمام فأيه اللي هدوم رايحين على قطي في لامبا كده من ورع على قطي من فوق وبتاعه وراحين على قطي فقا بعدكي لقيت وقم يبتفتح الباب أنا كنت في الستوديو لقيت وقم يبتفتح الباب وفي دخانة يعني هي قررت ناتش ورنجة فجابت بوتاجه الصغير كده اللي هو تعال أزل أداة تعزمان وجابت رينجة طب معلش أنه كلها مش مشهورة يعني يعني هدعم الرخيلين وقرروا يشهورة طبعا يعني ده من ضمن المواقف يعني شايفين صور لحضرتك مع فنان الكبير محمود عبدالعزيز كان مشهور عنه خف الدم وطبعا آه طبعا أنا اشتغلت مع عسل محمود عبدالعزيز في ابنه وقتلان واشتغلت مع أستاذ سعيد صالح في نحن نشكر الظروف ويعني الواحد الحمدلله رحلته طويلة حارت الشرفة حارت الشرفة أستاذ عبدالله غيس اشتغلت مع أستاذ عبدالله غيس مرة تاني وبالمرة بقى بالصدفة يعني برضو مرقف أمك هي تعظيمة برضو في حارت الشرفة كنت بعمل دور أول شهيد في مظاهرة مصرية وكنت طالع أخه أستاذ عفاف شعيب والتي تبنت عليه الحدوتة بعد كده لأنها ضمت للصوار وبتاعه حاجات كده يعني فده طبعا أحداثه سنة 2019 مفروض فأنا كنت على ظهر أستاذ عبدالله غيس وكان مفروض أستاذ سناء شافع بيدربني بالنار فأنا خدت الرصاصة وكان مفروض يعمله كت مقطع ويظهر وانت على الأرض وانا على الأرض فأنا اندمت فلما خدت الطلقة أمت نايم على ظهر أستاذ عبدالله غيس كده على كتفه يعني نايم على دماغه فجيه هو عمل كده هو فأمت نا إيه واخد الموضوع اللي تحت أنا عارف أنا بأعمل إيه ماشي يعني مام أمت واخد الموضوع اللي تحت وفارد نفسي وأعمل كده ماشي كل بالي طبعا أنا عارف مفروضنا أنهم هيقطعوا بس أنا قلت اللقطة الحلوة ما تتسبش صح تمام؟ فأقولت أعملها كان عندك التفكير ده وانت طفل أنك تفكر في الكدر واللقطة وأنك تكمل عشان اندمكت فشايفها تطلع أحلى طبعا 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 دي كانت خبرة بقى يعني هي موهبة لقى الموهبة كمان الحمد لله فأقولت اللقطة الحلوة ما تتفوتش فأفضلت واقف على ركوري تحت على الأرض لأن خاف أن كاميرا كون جابتنا على الأرض فأحرك إيدي كده إيدي كده بعد ما يحطه قدامي بقى شكل وحيش فأفضلت زي ما أنا أمثابت سالح صوت مين بقى الله يرحمها أمي الواد مات يا ستة استحنى بمسك لا تكون الطلقة بجد وحصل يا ستة والله ما حصل قامت صاف المشكل دعو الله شرفتنا ونورتنا وحنا في انتظار ومتشوقين نشوف دورك في الاختيار ثلاثة هيكون عامل إزاي لأنه أدائك في الاختيار واحد فعلا زي ما قلت مشهد لكنه فعلا كان مشهد في إبداع ربنا خليك تشرفت بيك اسم محمد شرفت بيك وسلم شكرا لحضرتك لابدك وكل سنحضركم طيب وحضرتك طيب السلام